وهو ملف بقى الـ sponsorship أو الرعاية اللي احنا برضو باركنا لنفسنا وبركنا لحضراتكم عليه وهو يعني فكرة هنا بقى اتصالات طبعا وفكرة برضو الاجتماع اللي دار امبارح وفكرة برضو ان انت عندك يعني زي ما تقال شريك تكنولوجيا كريم كبير جدا هو الرعي الرئيسي للنادي طبعا وكان فيه اجتماع لبحث بقاليات التعاون وفقا هنا منتكلم له الاهداف المرجوة للطرفين خاصة احنا منتكلم ان الاهلي عايز يطبق استراتيجية جديدة عشان يسوق هو الرعاية وده امر مشروع جدا وتحقيق اكبر عائد مالي للانفاق على انشطة الرياضية والاجتماعية طبعا والثقافية وكمان البنية التحتية في فروعه المختلفة وكمان على الصعيد التاني لو حنتكلم شركة اتصالات مصر بتاسعى برضو لاستثمار جماهرية النادي الاهلي للوصول الاكبر قاعدة من العملاء فسبونسرشيب او ريليشنشيب او بارتنرشيب خلينا نقولها محترمة جدا للجانبين كل واحد عنده زي ما بتقال كده وين وين سيتيواشن لمدة اربع سنوات واكيد دي مش المرة الاولى اللي الاهلي بتعاون فيها مع شركة اتصالات مصر لكن بإذن لا تكون زي ما بتقال كده السنادي والشخير كمان خلال الاربع سنين والتعاقد ويبقى فيه مكاسب كتيرة جدا للنادي الاهلي ده اللي احنا اكيد بنا تمناهوا على الصعيد التاني اكيد برضو مكاسب لإتصالات ان شاء الله ده يتحقق كل كلام بحزة فيرو بإذن الله عايزين نقول لكم اللي هما كمان نقشوا خلال هذه الزيارة الجوانب التسويقية والإدارية الخاصة بهذا التعاقد وهذا التعاون المشترك المثمر ده كان طبعا بحضور المهندس سيفي الوزيري رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للتسويق الرياضي طبعا هو المسوق الحصري لحقوق النادي فيما تحدث كل من الأستاذ أحمد يحيى الرئيس التنفيذي لقطاع المستهلكين لشركة اتصالات نشر والأستاذ إيهاب رشدي الرئيس التنفيذي للشؤون المالية للشركة وعبروا من خلال كلماتهم عن سعادتهم بهدي الشراكة الجديدة مع النادي الأهلي ومع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابت المحمود الخطيب اللي دايما بيكون حريص على التعاون مع الكينات الكبرى في المجالات المختلفة لمضاعفة العوائد المالية للنادي وطبعا ده من أجل مواجهة حجم الإنفاق المتزايد حضراتكم بتتبعونا بصفة مستمرة وأكيد بتاخدوا بالكم أن احنا كل شوية نتكلم معكم عن إنجاز ما عن تطوير ما عن تصعيد ما في أي فرع من فروع النادي الأهلي وطبعا كلام ده كله بيستدعي جلب موارد إن شاء الله تتحقق من خلال هذه الشراكة المثمرة بإذن الله